العملة السورية في طريقها إلى الانهيار بالتزامن مع إجراءات حكومية قاسية زادت من سرعة الانهيار كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الدولار الأمريكي الواحد وصل سعره إلى 230 ليرة وهو رقم قياسي منذ عام ونصف الحرب وانخفاض الانتاج إلى ربع ما كان ينتجه من سلع وخدمات قبل أربع سنوات وخروج السيطرة على السلة الغذائية من يد النظام في المحافظات الشمالية والشرقية وفي درعة إضافة لخروج آبار النفط عن سيطرة الحكومة أدت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة في سوريا كما قال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا الخبير السوري أسام القاضي حدة الأزمة يزيدها وجود سوقين العملة واحدة رسمية وأخرى غير شرعية تدعى بالسوق السوداء تساهم في شراء الدولار بسعر أعلى الأزمة السورية تأثرت أيضا من خفاض سعر النفط والعقوبات الدولية المفروضة على كل من إيران وروسيا وهما الداعمين الرئيسيين للنظام ما أجبرهما على خفض دعمهما ما زاد من الانعكاسات السلبية على الليرة حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالا وللتهرب من مواجهة الأزمة تهم أسواق بيروت بالمضاربة على العملة السورية معلن نية بلاده التدخل في السوق اللبنانية الخبير الاقتصادي اللبناني وليد بوسليمان رأى أن فقدان الليرة السورية لقيمتها ليس نتيجة مضاربات خارجية بل هو سبب داخلي فالعملة السورية في بيروت ليست كتلة مقدية وازنة لتؤثر على وضع الليرة السورية أما ضخ العملة الأجنبية في السوق فهو لن يوقف انهيار الليرة السورية بسبب الظروف التي تعيشها دمشق بحسب الخبراء الذين حذروا من انهيار كارثي وواشيك للاقتصاد والعملة السوريتين عمر حرقوس العربية